الكلمة تقتل والشهادة الزور تقتل وكم من كلمة قتلت رجالا أفطالا لم تقوى عليهم السهام ولا الأسلحة طيب علشان كدسدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بيحذرنا ويقول إيه أبغض الناس إلى الله ثلاثة وذكر منهم أيوة الذي أرى قدم امرئ بغير حق أو الذي طلب امرئ بغير حق ليري قدم علشان كده يومي القيامة هتلاقي المشهد ده في أرض المحشر هتلاقي اتنين مسكين في بعض واحد واخد برأس واحد وبيجروا كده وهذا الذي يأخذه خلي بالك اللي مسكه ده بتتقاطر منه الدم بينزل منه الدم ويجروا كده في أرض المحشر لحد ما يوديه ربنا ويقوله يا رب سله فيما قتلني ويظل على هذا الحال حتى يدنيه من العرش ليقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فتخيل بقى المشهد ده وبص للمشهد ده وعلشان كده حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أعانى على قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمة ما قالش اقتله لا اقبس جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله نسأل الله السلامة طيب تاني مشهد نشوفه آكلوا الربا واخد بالك سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يحذرنا ويقول درهم الربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنيا نسأل الله السلامة شوفوا الأمر عظيم قد ايه اوعى الناس وياريت الناس تسمعني كويس قوي اوعى الناس تتهون بالربا أنا بقول لكم الكلام ده لأن الربا خراب الربا والله ما بيعمر بيت عارف ليه؟ لأن ربنا قال كده مشان اللي بقول اسمع ربنا قال ايه فأذنوا بحرب من الله ورسولي انت بتخيل ربنا لما يقول فأذنوا بحرب من الله ورسولي حينزل أعزقهم الله ويمسك سيف وحربك أبدا إنما حط نصبئنك إن ربنا له جنود ما حدش يعرفها وما يعلم جنود ربك إلا هو سئل الإمام عليه رضوان الله عليه وأرضاه يا إمام ما أشد جند الله إيه أشد جند ربنا سبحانه وتعالى فقال جنود الله عشرة جنود الله كم؟ عشرة وبسط يديه كأنه يعرفها ثم قال الجبال الرواسي يبقى أشد جند الله الجبال الرواسي مش كده ولا إيه؟ قال والحديد يقطع الجبال يبقى أشد جند الله الحديد قال والنار تزيب الحديد يبقى أشد جند الله الحديد لا يبقى النار ما النار بتزيبه قال والماء تطفئ النار يبقى أشد جند الله الماء قال والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء يبقى أشد جند الله السحاب مش كده ولا ايه طيب والإنسان ها ماله أشد من السحاب يبقى أشد جند الله الإنسان قال لا وبعدين قالوا والسكر يغلب الإنسان يبقى أشد جند الله السكر قالوا والنوم يغلب السكر يبقى أشد جند الله النوم قال والهم يغلب النوم يبقى أشد جند الله الهم ربنا يكفينا ويكفيكم شر الهم خد بالك فتعالك كده روح للرجل اللي بيأكل للربا واللي بيتعامل بالربا واسأله كده تلاقي دايما مهموم تلاقي دايما حزين تلاقي دايما خايف بكرة تلاقي عايش في دوامة الديون لا يمكن أن يخرج منها أبدا لا يمكن أن تزول عايش في ديونهم